موسيقى تمام وثالثة أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى هذا الموجز الإخباري حدد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي جلسة يوم السبت المقبل المصادف لـ 26 من الشهر الحالي للتصويت على قانون الانتخابات وإكمال الدوائر الانتخابية وقال الحلبوسي في تغريدة على تويتر أصبح لزاما إكمال الدوائر الانتخابية لإنجاز قانون عادل ومنصف لإجراء انتخابات مبكرة تلبي تطلعات الشعب وتعبر عن إرادته مضيفا لذلك أدعو القوى السياسية جميعا أن تتحمل مسؤولياتها لإنجاز القانون وحضور جلسة سبت التي سيكون جدول أعمالها بفقرة واحدة مخصصة لإكمال الدوائر الانتخابية أعلن النائب عن محافظة نينة وأحمد جبوري جمع تواقع نيابية لتضمين فقرة التصويت البيومتري حصرا في قانون الانتخابات الجديد وقال الجبوري في تغريدة على تويتر أنه تم البدء بجمع تواقع برلمانية لتضمين قانون الانتخابات إجراء التصويت بالبطاقة البيومترية حصرا وأظهر التوثائق نشرها الجبوري توقيع 45 عضوا في مجلس النواب لتضمين فقرة التصويت بالبطاقة البيومترية أفد عضو اللجنة المالية أحمد حمى رشيد بأن موازنة 2020 بحاجة إلى ثلاثة أسابيع للتصويت عليها وقال رشيد إن الموازنة تحتاج إلى بضعة أيام لتحويلها إلى اللجنة المالية ومن ثم تقراءتها قراءة أولية وأنها تحتاج إلى ثلاثة أسابيع بالكامل لغرض تمريرها مبينا أن الجهات المختصة في البرلمان لم تطلع إلى غاية الآن على التخصيصات الموجودة في تلك الموازنة أعلنت خلية الأعلام الأمني سقوط ثلاث قناب رهاون داخل المنطقة الخضراء دون خسائر وذكر بيان للخنية أنه سقط الثلاث قناب رهاون داخل المنطقة الخضراء دون تسجيل خسائر أو أضرار مبينا أن مكان الانطلاق كان منطقة الكرادة مجاورة أعدادية العرفان أكد رئيس وقليم كردستان العراق نيجيرفان بارازاني خلال للقاء المبعوثة الأمريكية الخاص لدى سوريا جيميس جيفري على ضرورة استمرار دعم التحالف الدولي المناهضة لداعش بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية للعراق والإقليم لضمان القضاء على التنظيم بشكل نهائي وقال بيان صادر عن رئاسة الإقليم أنه تم خلال الاجتماع التباحث حول آخر مستجدات التصدي للنشاطات الإرهابية في العراق بدوره أكد جيفري على مواصلة أمريكا والتحالف الدولي لدعمهما للعراق وإقليم كردستان وتقديم المساعدة اللازمة للقوات العراقية والبشمرق وحلفائهم للتصدي للإرهاب والقضاء على تنظيم داعش بالكامل وجه وزير داخلية عثمان الغانبي من فتح مكاتب في سنجار لحل مشاكل الإيزيديين الناجين من بطش داعش وقالت الداخلية في بيان أن الغانبي وجه خلال لقائه بمجموعة من الإيزيديات بفتح مكاتب في قضاء سنجار بينها موضوع إصدار بطاقة الأحوال المدنية للأطفال بعد تشكيل فريق للعمل المختص من مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة بالتنسيق مع القضاء وأكد وزير داخلية أن المكون الإيزيدي يحتاج من العطاء الكثير كونهم لم يتركوا وطنيتهم وحافظوا عليها وتمسكوا بها ولم يغادروا البلاد أعلن قائد شرطتين والعميد ليث الحمداني أن فوج سواء تتابع لقيادة شرطة المحافظة وبناء على معلومات استخباراتية دقيقة وبعد البحث والتحري وأخذ موافقة قاضي التحقيق المختص تمكن من القاء القبض على أحد عناصر داعش وضبط بحوزته 32 كتابا أثريا يعود للديانة المسيحية مع 19 ظرفا يحتوي على أوراق لنفس الكتب موضوعة داخل صندوق حديدي مخبأة في قطعا من البناء داخل مطبخ دار الإرهابي والتي سرقت من الكنائس خلال فترة سيطرة داعش على الموصل وأكد الحمداني أنه تم القبض عليه وضبط الكتب الأثرية في داره في منطقة باب جديد بأيمن الموصل أكدت وزارة الموارد المائية أن سد الموصل يعمل بانسيابية عالية مبينة أن استمرار أعمل تحشية للسد بشكل دوري وقال المتحدث باسم الوزارة علي راضي أن الملكات الهندسية والفنية المتخصصة تبع للوزارة ولهيئة السدود تعمل بشكل طبيعي في السد وأضاف أن شركة تريبي والكوادر الأمريكية والإيطالية أنجزت أعمالها في هذا السد مبينة أن هذه الشركات أسهمت بشكل كبير في بناء الخبرات وعملت على تدريب ملكاتها إضافة إلى توفير الأجهزة الحديثة وأكد أن ملكات الوزارة هي التي تدير صيانة وتشغيل السد نافيا الأنباء التي تتحدث عن وجود مشاكل في السد دوليا الآن قررت فلسطين تخلي عن حقها في رئاسة مجلس الجامعة العربية للدورة الحالية ردا على تطبيع العربي مع الكيان الصهيوني وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن هذا القرار جاء بعد اتخاذ الأمانة العامة للجامعة موقفا داعم للإمارات والبحرين التي طبعت علاقاتهما مع إسرائيل في مخالفة للمبادرة العربية لسلام وأضاف أن بعض الدول العربية المتنفذة رفضت إدانة الخروج عن مبادرة السلام العربية وبالتالي لن تأخذ الجامعة قرارا في الوقت المنظور لصالح إدانة الخروج عن قراراتها وأوضح المالكي أن فلسطين لن تنسحب من مجلس الجامعة قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودي أن بلاده تسعى مع دعاة السلام في اليمن للوصول إلى سلام شامل ودائم وذلك بمناسبة حلول اليوم العالم للسلام وأضاف في تغريدة على حسابه بتويتر أن تحقيق سلام شامل ودائم في اليمن يتم عبر تنفيذ اتفاق الرياض وتكامل الجهود مع المبعوث الأممي لإنجاح مقترحه بشأن الأعلان المشترك لإنهاء الأزمة وعودة اليمن إلى محيطه الخليجي والعربي توفي ثمانية أشخاص شمالية سودان جراء حم يعتقد أنها نتجة عن مرض تسببت فيه السيول والفيضانات التي ضربت البلاد منذ أسابيع وقالت توزارة الصحة تلقين بلاغ بوجود 41 حالة بالولاية الشمالية بينها ثمان حالات وفات وأضفت أنه تم إرسال فريق للتحقق والتقص عن الحالات ومعرفة المرض ومسبباته وتم أخذ عينات للفحص المختبري لتأكيد التشخيص وتعزيز التدخلات للوقاية والسيطرة على المرض ولم يشير بيان وزارة الصحة إلى سبب في الإصابة بالحمة غير أن أثباء السودانيين توقعوا أنها نتجة عن السيول والفيضانات التي غمرت أجزاء واسعة من البلاد الأسابيع الماضية نهاية الموجة شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة